السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم قناة وصفات لكم اليوم سوف أتشارك معكم وصفات رائعة ممتازة لإزالة الكلف إزالة النمش وأيضا البقع البنية بمكونات طبيعية كما نعلم الكلف ينتج عن عدة عوامل أبرزها الحمل كذلك حبوب منع الحمل وأيضا التعرر لأشعة الشمس بدون واقي شمسي كما يمكن أيضا أن يكون العامل وراثي هو السبب ولكن إن شاء الله في خلطات اليوم سنحضر مكونات فعالة في إزالة الكلف وتوحيد لون البشرة بالإضافة إلى القضاء على النمش وكذلك البقع البنية لأن الوصفات هي سحرية وخاصة لكل أنواع البشرة إذن على بركة الله سنبدأ الآن في عمل الوصفة الأولى بالنسبة لأول مكون سنحتاجه في الوصفة الأولى هو الكركم الكركم أقوى المكونات الفعالة لعلاج التصبغات وبالأخص الكلف والنمش وضعت هنا تقريبا مقدار ملعقة صغيرة ممتلئة من مطحون الكركم سنضيف كذلك مقدار ملعقة هنا من الفول المطحون سنقوم من طحن الفول ثم تقومون بغربلته حتى يكون نرطب وناعم بهذا الشكل أنا قمت بنخله ثم سأضيف كذلك مقدار ملعقة وكذلك سأضيف مكون آخر هو ماء الورد ماء الورد مبيض ممتاز سأضيف كمية تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد ونحاول جيدا أن نخلط لأنني سوف أضيف مكون آخر لهذه المكونات سيعطيها مفعول فعال هو بياد البيض سأضيف كمية من بياد البيض وبطبيعة الحال سوف أحاول جيدا الخلط نحاول أن نقوم بالخلط إلى غاية ما تتجانس المكونات مع بعض بالنسبة لهذه الوصفة حبيباتي فهي من أقوى الوصفات العلاجية للتصبغات نخلط المكونات جيدا إذا بعدما قمنا بالخلط جيدا وحصلنا على قوام ومزيج بهذا الشكل دائما حبيباتي على بشرة تكون نظيفة قموا بغسل بشرتكم جيدا بما يكون دافئ ثم سنأخذ سواء قطنة أو فرشات مخصصة لتطبيق الماسكات ثم تبدأون في توزيع الماسك على أماكن تواجد الكلف أو النمش أو ممكن أن تطبقوها على كامل البشرة هذا إذا أردتم توحيد لونها سنوزع بهذا الشكل ونركز جيدا على مناطق كما قلت التي بها الكلف والنمش وسنترك تقريبا هذه الخلطة إلى أن تجف تماما ثم تقومون بإزالتها وتقومون بغمس قطنة بماء الورد ثم تقومون بإزالة القناع وذلك بحركات تكون دائرية نقوم بإزالة هذا القناع بهذه الحركة ثم في الأخير تقومون بغتل الوجه بالماء الدافئ ثم ماء فاتر لقفل المسامات يجفف الوجه بلطف ويدهن في الأخير بزيت اللوز الحلو حبيباتي بالنسبة لهذا البرنامج طبقوا هذه الخلطة إن شاء الله في الأسبوع الأول هذه الخلطة تعطيكم نتائج رائعة طبقوها ثلاث مرات في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني تطبق مرتين والأسبوع الثالث تطبق الوصفة مرة واحدة إلى أن يختفي الكلف والنمش وكل التصبغات نتيجة الخلطة تظهر من ثاني استعمال فلا تترددوا في تطبيق هذه الخلطة هذا بالنسبة للخلطة الأولى سنمر الآن إلى التعرف على الخلطة الثانية الوصفة الثانية سنحتاج فيها إلى مكون رائح هو الشوفان مطحون الشوفان أو مطحون الخرطان سنحتاج تقريبا إلى مقدار ملعقتين صغيرتين من مطحون الشوفان ملعقتين صغيرتين غير ممتلئتين وكذلك سنضيف إليهم ملعقتين صغيرتين من العسل عسل النحل العسل الطبيعي العسل كذلك يعمل على تفتيح البقع الغامقة وكذلك علاج كل الندبات والإسوداد على البشرة وكآخر مكون سأضيفه هو الحليب السائل الكامل الجسم ثم سأضيف ملعقتين من الحليب السائل ضروري هنا أن يكون حليب سائل كامل الدسم بعد أن قمنا بوضع كل هذه المكونات في إناء سنقوم جيداً أقوم بخلط المكونات ثم بطبيعة الحال على بشرة تكون نظيفة قموا بتنظيف بشرتكم بماء فاتر حتى تتفتح لنا المسامات بعدها سنأخذ سواء بأطراف الأصابع أو بواسطة فرشات نأخذ كمية ونبدأ بدهن مناطق تواجد الكلف أو بالنسبة لهذه الوصفة ضعوها على كامل بشرة الوجه نقوم بذلك جيداً البشرة بهذا الخليط نركز جيداً كذلك على الأماكن التي بها الكلف نقوم بتدليك البشرة إلى غاية ما نحس أن هذه الوصفة قد تغلغلت في أعماق البشرة بهذا الشكل تقريباً نستمر بتدليك مدة دقيقتين وبعدها بطبيعة الحال سنترك الخليط إلى غاية ما يجف لنا على البشرة وسنتركه إلى غاية ما يجف مدة نصف ساعة ثم سنقوم بغسل الوصفة أو شطفها بماء يكون فاترتم بالماء البارد بالنسبة لوصفات اليوم حبيبات كلها رائعة وممتازة وتناسب كل أنواع البشرة بما فيها الحساسة الدهنية والجعفة لكن ما عليكم إلا أن تداوموا على هذه الوصفات تقريباً بالنسبة لهذه الوصفة تداوموا عليها بشكل يومي حتى إذا تبقى لديكم منها احتفظوا بها في الثلاجة أو في أي مكان ثم قوموا باستعمالها لأنها تبقى صالحة مدة ثلاث أيام في الثلاجة واستخدموها كما قلت سواء على مناطق توجد الكلف أو على كامل بشرة الوجه لأنها ستعمل على ترطيب البشرة تفتيحها وعلاج كل الشوائب والتصبغات بالنسبة لنتائج اختفاء الكلف أو النمش تبقى دائماً حسب عدد المرات من استخدام الوصفات وكذلك المواضبة عليها إذن حبيباتي أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفات طبعاً إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر